عندنا لاعب آخر وهو بيرسي تاو اللي بتتزامن الحلقة مع عيد ميلاده واللي يستحق ان احنا نقف عنده بس لما نشوف الفيلر ده عن بيرسي تاو هل احنا جاهزين؟ هل جاهزين ولا نستمر في الكلام؟ طيب معنا تصميم الاول عن بيرسي تاو فيه ارقام لبيرسي تاو مهمة جدا بيرسي تاو الموسم الحالي في افريقيا هو احد كلمات السر هو الشخص اللي حاضر في كل اللحظات اللي انت احتاجت فيها واللحظات الصعبة تحديدا بيرسي تاو مساهم في 8 اهداف للنادي الاهلي بيرسي تاو مساهم في 8 اهداف للنادي الاهلي صنع اربع اهداف وسجل اربع اهداف ولكن الكرة انا بشوفها مش ارقام بس الكرة كمان تفسير الرقم اللي هو في اوقات كتيرة جدا بيبقى اهم من الرقم بيرسي تاو في لحظاتك المهمة كلها هتلاقيه قدام القطن تلات مساهمات سجل هدف وصنع هدفين هتلاقيه قدام الترجي بيساهم في تسجيل هدفين هتلاقي بيرسي تاو وقتا ان كان الجميع امام صندون زيوعاني كان بيرسي تاو بيسجل الهلاي في الوقت اللي احتاجت فيه بيرسي تاو كان موجود بصناعة هدف الرجاء بيرسي تاو كان مساهم يبقى بيرسي تاو هنا في كل لحظاتك الكبيرة كان حاضر وكان مؤثر وكان ليه بصمة وهنا رسالة للبعض وتحديدا كابتن مجد عبدالغني وكتير جدا من ناس اللي في وقت اتهمت ادارة النادي الاهلي باهضار هالمال العام في صفقة بيرسي تاو وكأن لعبة كرة القدم دي انت مفترض طول الوقت محقق فيها الضمانات وكأنك انت جاي باللاعب بالضمان بتاعه عشان تقول لا انت اضحكت علي اصل اللاعب ما فيهوش المواصفات اللي انا جايبه بيها ولو بصنا في كرة القدم فاقوى التجارف في العالم هنلاقي لعبة ما بتحققش المردود اللي كان مفترض ان يتحقق في لحظة من اللحظات بس الفكرة مجمل اعمالك مجمل اعمالك مع بيرسي تاو اللي في لحظة هو بيحقق كتير جدا من اللي انت محتاجه عشانه وبيصنع كتير جدا من النجاحات اللي انت محتاج المحترف عشانها هل الناس دي طلعت اعتذرت؟ هل الناس دي جات قالت ان تقييمها البرسي تاو كان غلط وان الصفقة في اللحظة دي فرقت ان انت توصل نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله بإذن الله لان لسه في مباراة مهمة هنتكلم عنها ولكن لو قدرت وكتب لك ان انت توصل نهائي دوري ابطال افريقيا هل حد هيعتذر؟ هل حد هيجي يقول انا قيمت غلط؟ هل حد هيجي يقول ان وصول نهائي البطولة او ان شاء الله التتويج بيها هيحقق للنادي الاهلي عائد مادي قديه؟ هل حجم المكاسب المادية قديه؟ والمكاسب المعنوية والمكاسب الفنية لان انا بقول دايما ان النادي الاهلي مش نادي استثماري مش نادي هدفه بس تحقيق ارقام مالية النادي الاهلي هدفه تحقيق بطولات ونجاحات وده اللي بيعمل البرسي تاوي